ونروح لزمنا فاروق صلاح من أرض الملعب تحياتي لك يا فاروق تحيات كابتن محمد حشيش دكتور أحمد ثابت برحب بك يا كابتن الكبير كابتن أسامة حسني وبرحب بكابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد دا ثابت وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادر أهلي في كل مكان موعد جديد وجولة جديدة تتجدد ويتجدد بين الموعد دائما وأبدا من داخل ملعب النادر أهلي بمدينة تناصر وتسليط الضوء على عناصر مهمة جدا ومميزة جدا في قطاع الناشئين في النادر أهلي طبعا أبرزهم فريق شباب النادر أهلي مواليد 2003 اللي بيضم عناصر مميزة جدا وبيعتلي صدارة بطولة الجمهورية مواليد 2003 للشباب طبعا يا كابتن أسامة احنا خلاص في المرحلة النهائية والمرحلة الختمية طبعا مرحلة الفوز والتتويج ان شاء الله بالبطولة اللي اتلعب منها الاسبوعين النادي الأهلي طبعا النهاردة بيأخوض الاسبوع الثالث بعدما حقق الانتصار خارج ملعبه في المباراة الماضية على فريق بيرامدز ملعبه بهدفين مقابل الهدف النهاردة بيواجه مواجه صعب جدا مواجه قوى جدا أمام فريق الاتحاد السكنداري خلينا أقولك النادي الأهلي بيدخل اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 48 نقطة النادي الأهلي أقوى خط هجوم في البطولة أحرص 45 هدف سابع في هذه المواجهة وذه المباراة بيدخل اللقاء برصيد 37 نقطة في المركز السابع أحرص 33 هدف واستقبلت شباكه 27 هدف قبل طبعا يعني خلاص اللدقية اللي بتفصلنا على انطلاق المباراة الكابتن أحمد عبدالظاهر عقد محاضرة مع اللاعبين تكلم علىها يعني الكلام اللي دايما بيقوله لللاعبين النهاردة فرصة لكل لعب مباراة متزاعة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي قدم نفسك وقلم بيعني بلغة اللكورة اعرف بضعتك قدام للناس انت لعيب أمام الجميع الجميع بتفرج بالجميع بيتابع شاشة قناة النادي الأهلي كل لعيب محتاج ان هو يقدم نفسه فرصة كبيرة جدا ان ان مستر كولر بيتابع وبتفرج وبيجي مستر كارلوس بيبقى موجود هنا بيتابع مباراة القطاع للناشئين أمام اللاعبين النهاردة فرصة ان هم يستغلوا ان شاء الله ان المباراة منقولة على شاشة قناة النادي الأهلي وكل لعب يقدم نفسه فيها دي المواجهة خلينا اقولك ان اعلن تشكيل الكابتن احمد عبدالزاهر على دي المباراة والطريقة المعتادة اللي دايما بلعب بها الكابتن احمد عبدالزاهر 3-3-2-2 حرصة المرمى طارئ حسن قدامه 3 ابراهيم عبدالحكيم رقم 15 ومصطفى ابو الخير اللي بنشوفه النهاردة في مركز قلب الدفاع بيقى القميص رقم 17 وعلى شمالهم اسلام عبدالله بالقميص رقم 3 في منتصف الملعب السلاسي احمد اشرف بالقميص 31 احمد طعيم بالقميص رقم 30 ومحمد وائل رقم 8 اتنين في مركز صناع اللعب لعب ميدو نبيل بالقميص 22 مازن اسامة بالقميص رقم 11 قدامهم اتنين في مركز رأسي الحربة هدافي الفريق سمير محمد بالقميص رقم 9 وعلي نادر بالقميص رقم 18 خلينا اقولك على الجانب الاخر الكابتن عصام ربيع المدير الفني الفريق الاتحاد السكندري اللي بيدخل اللقاء بطريقة 4-3-3 حرست المرمى محمد صلاح مسلم قدامه اربع لعيبة اربع في خط الدفاع محمود بسيوني رقم 20 حبيب علي محمد رقم 21 حسين محمد حمودة وده لعب من لعاب الفريق الاول لعب موليد 2001 موجود معهم هو ضمن ثلاث لعابين موجودين في تشكيل فريق الاتحاد السكندري من الفريق الاول حسين محمد حمودة رقم 3 وعلى شمالهم احمد بهاء رقم 38 في منتصف الملعب السلاسي عمر محمد مطوع 14 زغلور محمد دسوئي رقم 13 وده بالمناسبة ايضا لعب موليد 2001 وشوئي حمادة السعيد قدامهم مسلس جمع وكوا من محمد مرسي رقم 17 مازن اشرف 22 شهاب خالد رقم 9 نهاردة تقم تحكيم لازي المباراة قيادة الكابتن ابراهيم محجوب ده من منطقة بورسعيد بيعاون محمود عامر من منطقة الجيزة وهاشم عبد المريد من منطقة القيرة مباراة في اجواء اكثر مرعة اجواء مميزة جدا ان شاء الله نهاردة لاجت النادر قادرة على تحقيق الانتصار في هذه المواجهة وتحقيق ثلاث نقاط واستكمال المشوار نحو التتويق بالبطولة بإذن الله والحفاظ على لقب البطولة طبعا انا موجود معاك كابتن اسامة لو فيه اي استفسار او اي تزاون شكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح